اشتركوا في القناة 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 لا تكتب بحلاكة هذه مثال اخر تكتب او لا تكتب مثلا عمرن عمرن لا تكتب لا تكتب عمرن لا تكتب بحلاكة لا تكتب بحلاكة لا لكن لا عمرن لا تكتب بحلاكة ولكن لا تكتب بحلاكة لا تكتب بحلاكة تكتب هكذا هذا هو المضمون دير كلمات يخالف نطقها رسمها اقرأ قال احمد يا ليتني استطيع ان ارى هذا القمر وهذه النجوم عن قرب ولكن كيف ذلك؟ قال صديقه داود تراه بالمندار المخصص للفلك يا احمد اذا اللحظوا معي هناك بعض كلمات مكتوبة بالأحمر لحظة الكلمات مكتوبة بالأحمر لدينا هذا هذه لكن ذلك داود اذا شنك اللحظة في الكلمات هذه أفواً قلنا شنك اللحظة في الكلمات هذه هذا هذا كيفش كتكتب؟ هذا ولكن نحن نطقها بألف وراء الهاء هذه هذه كيفش كتكتب؟ كتكتب هذه ولكن نطقها وكأن هناك ألف أمام الهاء كذلك لكن لكن الكتب هذه لا تتصلف على النقضية لكذلك ذلك ذلك داود 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 كنت نطقها على أساس كين واحد المد واو آخر داود ولكن حدفت الواو داود نمر إلى أحلله أتأمل جيداً محتويات الجدول الآتي إذا اللحظوا معي لدينا هذه الكلمات هما عليه أرى هذا ها V هاalahة ذلك لكن داود كنت نطق؟ هاذا تتمكن بح費ة هاذا بألف أمام الهاء هذه كذلك نطقها بألف أمام الهاء هؤلاء كنتقها كدلك بألف أمام الهاء هؤلاء ذلك كذلك نطقها كأن هناك ألف أمام ال� SMS لكن كذلك نطقها بالألف داود كنت نطقه كأن هناك مد أخرى داود ولكن كنت تكتب بحالك كنت نطقه بحالك هذا هذه هؤلاء ذلك لكن داود السنتج من الكلمات التي يخالف نطقها رسمها من الكلمات التي يخالف نطقها رسمها عندنا هذا هذه هؤلاء ذلك أولئك هكذا لكن لكن وبعض الأسماء مثل عمر داود أو داود إذن نرى هنا أرى الآن كل شيء واضح فهمتوا المضمون ديال كلمات يخالف نطقها رسمها إذن نمر إلى أطبقه وركبوا جملة تتضمن كلمة يخالف نطقها رسمها إذن نحاولوا نديروا شي جملة من عندنا لتكون كتتضمن شي كلمة كيخالف نطق ديالها الرسم ديالها إذن لنكتب فاز عبد الرحماني فاز عبد الرحماني بالسباق بالسباق الذي ندم الأمس إذا اللحظوا معي فاز عبد الرحماني فاز عبد الرحماني كنتقو عبد الرحماني وكأنه كان بحلة كيناشي ألف قدام الميمة عبد الرحماني ولكن كنتكتب حالك إذن كلمة الأولى هي هذه بالسباق الذي الذي كنتقو كأنه هناك جوج ديال لامات الذي نضم الأمس إذن هذه الجملة قدرت فيها أنا جوج ديال كلمة خالف نطقوها على رسمها السثمر أكمل الجدولة كما في المثال إذن عندنا الكلمة أولائك أنطقوا بها هكذا أولائك أكتبوها هكذا إذن نحن نمشي على المنوال هذي فالكلمات هذو كانت عندنا عمر أنطقوا بها هكذا بدون واو لكن أكتبوها هكذا لكن أنطقوا بها هكذا لكن أكتبوها هكذا 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 أركبو ثلاث جمل تتضمن كلمات يخالف نطقها ورسمها إذن نحاولو كتبوش ثلاث جمل كيخالف النطق ديالها الرسم ديالها إذن ممكنني نقوله مثلا هذا الطفل مشاغب مثلا أولا هؤلاء 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 الأطفال مجتهدون ولا يمكنني نقوله مثلا أكل داود التفاحة إذن ندت لشدي الجمل فيها كلمات يخالف نطقها رسمها هذا الطفل مشاغب هؤلاء الأطفال مجتهدون أكل داود التفاحة نعيد هذا الطفل مشاغب هؤلاء الأطفال مجتهدون أكل داود التفاحة إذن أعزائي الكرام أعزائي الكريمات كان هذا هو درس الإملاء كلمات يخالف نطقها رسمها صفحة رقم 14 من كتاب اللغة العربية مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي أتمنى أنكم تكونوا استفتمعنا في هذا الفيديوهات إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة